لت ايه تعمل الابعي. عشان انت اللي تعمل الابعي في حاجات مهمة جدا انت لازم تعرفها. لازم نتفنق ما بين حاجات اساسية جدا. عشان نقدر نبدأ. عشان نقدر نبدأ نعمل ده. تمام? فنقول بسم الله جهزين ولا ايه? جهزين يا دكتور ان شاء الله. تمام. في حاجات اساسية اول لازم نعرفها علشان اه لان احنا هنخش في موال اسمه الويب. عشان نقدر نخش في المواقع دي لازم ننقل نفسي اولي. يعني في ويب اب هيتم. عشان نقدر نعمل احنا لازم نروح لويب عشان نروح لويب ابليكيشن لازم نفهم حاجات مهمة جدا جدا جدا. خير موضوع الديتابيس بس احنا هنسيرف خدمة. هنقدم خدمة. تمام? كان زمان اسم كان اسم شهير اسم هوب سيرفيس. هوب سيرفيس يعني خدمة هتقدم من خلال الانترنت اي حد ادري وصله. عشان نعرف شوية كده الكلام قبل ما نخش في موضوع الويب. ويريد تنتشوني فيه لو الناس مش متفهمة الموضوع يعني شوية او محتاجة تفسير او محتاجة يعني. يعني الخضوع هنا هاخد بالكم انا بابتالي ما هو احنا 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 اخدنا في الكورس. نتكلم موضوع جديد. اسمه ويب. كمان? فالموضوع ده. كما فاهيم دلوقتي انا نعرض لنا موضوعات ملاجه العراقه اصلا باللي احنا اخدها في الكورس. كمان? هي اصحيح في الاخر هنم عايزين نتكلم مع الديتا ومع البيانات. على سن الكورس كله هاندل انجليتا. ده صحيح. لكن في المرحلة دلوقتي هننتكلم على ما فيه اساسية خاصة بالويب. طبعا مش هتكلم معك عن الويب ومش عن الويب دي مفاهيم اساسية او. لكن هتكلم معاك هنبدأ من خلال اربع مفاهيم اساسية لازم تكون عارفهم كواس جدا. جدا جدا. بيتكون منهم اللعبة كلها اللعبة بتاعتنا كلها. طاحت الويب دي كلها. اول حاجة يعني ايه سيربر? او لو ايه كلاينت? تمام? يعني ايه? يعني ايه? يعني ايه? كده او مبداعيا عدل ما نبدأ بيتكلم لازم تكون الناس مفراد. ما بين الاربع مفاهيم دول او عرفة الاربع مفاهيم دول عشان لبدأ اشتغل. السيربر السيربر هو المكان اللي اللي بيبقى حطين عليه. او البيتابيس بتاعتنا. والابليكيشن بتاعتنا السيربتاب بتاعتنا اللي انا كتبينها. ليه بتقدم عمليات معينة. تمام? او السورس كود. او البيتابيس مش مشكلة. بس مهم من الكود اللي بيشغل والعمليات اللي التب. الكلاينت الكلاينت اي حد بيحاول يأكسز الويب سيربر. يأكسز يعني يوصل لبيانات الموجودة. او سيربر. كمان? بس يوصلها بتطرق وهي معروفة او اشتب بي. يعني يعني كده او 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 افتاس او كد. هاي بارتكستراتيسفي البروتوكول. يخلال بروتوكول للمبيانات على انترنت. يعني لواحد يخش بتاعتنى الوغل دابل 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 جوبل دوتكم. موجلو سنتر انت هنا اسمك ايه؟ اسمك لاينت. اسمك ايه؟ اسمك لاينت. السيربر الويب سيربر هو بتاع جوجل السيربر بتاع جوجل مش بتاع ها. تمام? ما عالين هي هو تلاود ولا سيربر ولا ايه? بس ما في الاخر كلهم سيربر. تمام? وانت هنا في الحالة دي لما بتخش من خلال يو ار ايل ده. تمام? انت بتعتبر ايه? يعني عنوان اللي هو القويل ده انت من خلاله بتبقى اسمك اسمك كلايت. تمام? ما بين وما بين السيربر بيحصل مجموعة من العمليات رايح جاي. مجموعة من العمليات رايح جاي. الريكوست الريكوست دائما هو طلب بيطلع من الكلايت يروح للسيربر. الريسبونس. رد رد جاي من السيربر رايح للكلايت. فانت انا بادي نشترش على جوجل كده بتكتب مسلا ايه? مسلا بتبحس مسلا. آآ عن مسلا البيتر مسلا. لما بدوس انتر كده ده اسمو ريكوست. ده اسمو ريكوست. طلع من الكلايت من عندك راح على السيربر بتاعها. هما جاب عملوا عمليات واللي كود بتاعهم رن يعني كود اللي على السيربر بتاعهم رن ورد عليك. رد اسمو ريسبونس. ورد عليك بنتائج انت بتشوفه. كمان كده? ده سناريو العام لفكرة. او انت بفاهمون السي قوي 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 في الويب عشي تكون عارف. فاحنا اول نوع بنتعرف عليه اللي هو الستاتيك والبيتجيس. وده هو بالنسبة ان احنا هقول عنه شوية معلومات تهمنا قوي. آآ يمكن تكون مقدمة للمستوى اللي جاي ان شاء الله. لكن. بنقول اني في حاجة اسمها ويب سيربر. في حاجة اسمها ويب كلايت. ده مستوى. ده الكلايت انا هو الجهاز بتاعي. سيربر ريكوست. من السيربر. بعد الريكوست. يا بطلب الاي. لو كتبت بس الورل كده. ودوست انتر اسمها بعد الريكوست. طبعا فيه في النصف في الريكوست تاني ما بين الريكوست وما بين الريكوست وما بين الكلائن. وبنس ما فيه انترنت او نتورك او اي حاجة. الريكوست بيعطي فيها ويروح للسيربر. وبن السيربر. يبدأ اداره على الفايل اللي انت عايزه عليه مسلا ماي فايل واتش تيميل. مسلا. لاني ده ستاتيك بيج. لساتيك بيج يا شباب. متكون. من اتش تيميل سي اس اس. في نسبة اخينا عاديك من جاباسكريبت بس انا هضطهم عن لساتيك بيجيس انا عادي جدا. يعني اصحيح لو فيه جاباسكريبت بتبقى ديناميك شوية. لكن ما بتلقاش ديناميك من المفهوم بتاعنا اللي هو بتتعامل مع البيز وبتاعه له الشرط. مش شرط. مش شرط لكن ممكن. على مهم. يعني من الاخر اي حد عايز اخش يا شباب لازم يكون عارف لساتيك بيجيس دي قلب بي. اشتمنز اس اس جاباسكريبت قلب بي. قلب بي عشو ما عندك وعندك وبيان. تمام? مش قضيطنا. المهم السيربر هدور في الملفات لغدا ما يلاقي الفايل اللي انت طلبه. ويعمل ريزبونس. يرد عليك. فيبعث لك البيانات دي. فالتكست اللي انتك شايفه مكتوب ده. يبدأ يتحمل عندك يحصله ده. واحدة واحدة. وقت ما تلاقي البيج بتاعك انت كتمل قدام عينيك. بس الكود ده ما بيظهر شي عملك بيبقى ودول في الخلفية لك. بتشوف انت ناتج تشغيله. بتشوف ناتج تشغيله. يعني بشوف ناتج تشغيله. يعني ما مشوفش كلمة ايه تشتمله وهده وبالي ومش عرفه اتش وان. انت بشوف الناتج ان اتش وان مكتوب في التاريخ فبيكتب التاريخ بحاجة مكتوب عندك قدامه بس. لكن التفاصيل دي. الكود اللي مكتوب ده بيفهم البراوزر. البراوزر سواء كان كروم فايرفوكس مش عارفة ايه اي مكان. البراوزر بيفهمه ويعمل ايه ويعرض شكله حين ولا يعرض شكله ملون ولا يعرض شكله ايه بالظلط. فبياخد الامر دي بيعرفه ويعرض ملون يعرض فهم محتة في الصفحة بتاعك من ده ويعرض لك الشكل انت بشوفه هنا. ده دي سبيل دي براوزر. تمام? ده ليه العرض اللي ما بوجه. دي الفكرة العامة بس دي ستاتيك بيجز. اما بتقن الخطوة البعضة. هل في اي اسئلة? منكم تخص موضوعها? حاجة مش مفهومة? حاجة محتاجة اوضيح? استفسار بيدو في الناغك? حدود المعرفة الحاجة الاتش تيميل ايه حدود المعرفة بس انا الواحد زي حالاتي. يعني عارف اه اتش تميل يعني ولو بتعرفش تنتج بيها بشكل قوي بس تعرفها. وعارف مع علومات عن اس 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 وبتاعه تستخدمها. تمام. عبقاري فيها مش مهمة دلوقتي مش هاضيتي واحد بيطلع بزاني قوي واحد ازاي بص ونص مش ديه هاضيتي دلوقتي. لكن عارف. تمام. تمام كده? تمام. حلو. جاباسكريب طبعا انت عارف تستخدمها ازاي اثناء الاتش تميل والس اس اس. تستخدمها ازاي. لكن هل انت مثلا شوطر فيها اوي او بتعرف العملات فيها او ميش بضييتي برضي. تمام. لكن عارف ده عارف ده. تمام. 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 هل. هو في حديثات الماي برس بيامري الصاد عادي. الآن هل سق Ple total labor? شكرا. طبعا هذه اتسبق بيتجس. 双 موضوع الإETش. الموضوع بيختلف شوية في موضوع ميش. ال 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 deity حدتش connections. وعمليات بالتربة بشكل مختلفة. الويب هنا مركزوا معي يا رب. يعني خدوا باركم من سرولة تاسر. الويب بيعمل ريكوس خلاص. راح السر. الفايل المطلوب المرة دي اسمه فايل وان دوت باي. فايل وان دوت باي. يعني باي. فالبيتون كود اللي موجود ممكن يكون بيكلم ممكن يعمل عمليات معينة ممكن يكون بيعمل حاجة. الله واعلم. كمالار هام عبدوا الكلام ده واي ينفذو. هو ينفذ الكلام اللي باقل George Lafilek مش مشكلة. بالمهم الكود اللي بيbaren بيز پ compris. وين هينفذوا? الويب سيرفر اللي موا. الويب سيرفر. او الويب فرينورك اللي موا. يعني ممكن نتبكوا. انا ما حديدش على تكريقة لان البيثون معروف انه هو عند كتير قوي ممكن تختار منه. يشو في رمورك واحد في مجموعة كبيرة من البيثون اللي موجودة للبيثون. المهم اللي بيفهم الامر بتاع البيثون اللي بيفهم الامر بتاع البيثون ويعمل العبات اللي فيه هو عود في مجموعة موجود عشان يقدر يفهم يعمل اقصاد البيثون ويعمل الريس بونس للشخص اللي موجود او اللي طلبه. هيدي لك الرد. طبعا ايه اللي بيحصل في الكون بتاع البيثون هو قصة طويل على حسب بقى المكتوب هو اللي الكون. مهم من النتيجة بتتلاوك بتحصل لها لود على لود كلايند ويبدأ يشوف النتيجة مغموضة قدام وعلى الايه. السؤال يا دكتور بقى ازهارة ممكن? هو حاجة بتقولي الويب سيرفر او الويب فريم وورك بتاع البيثون. يعني مسلا زي الجانجو كده. طيب. طيب. هو بيبقى فيه مكتبات بقى نازلة معاه. بيبقى فيها بقى فايل وان دوت باي دي. ولا لازم الكود ده انا كنت كدبه في البيثون. لا انا انا كدبت اسمه فايل وان دوت باي. مثلا حضرت مكاريته بس هو بيبقى موجود بقى في المكتب من المكتبات اللي. لا 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 لا. الفريمو. انا اللي عملت فايل وان زي ما حد نعمل مسلا اجزامبل وان او اجزامبل تو كتابت انا اكون فيه. مم. طبعا? انا اللي كاتب كتب فيه ومش اي حد. كمان? مش حاجة جاهزة. وتكلت الجانجو. وتكلت الجانجو زي ما هتعرب عليها كمان شوية ان شاء الله. انه بيولد لنا ناس مش فاهم اي حاجة نوت. دائما. او جاهزة وكله بيبقى جاهزة. اه. كله جاهزة. اه. حتى الداتا بيست جاهزة وكله. اه. حاجة سيئة. كتعليم حاجة سيئة. وانا لا اعرف في اي استفادة غير للشركات بس في الانجاز. هما يكون عايزين بيضوط حاجة بيعمل لهم مسلا البك اندعطو السيب. انا مش عبية حاجة بتقلب بس. لكن. لكن الناس ما فاهم اي اللي بيحصل. ما حدش ما فاهم اي اللي بيحصل. من الديفلوبرز يعني. طبعا الديفلوبرز اللي عنده بمراحل. على الحاجات قبل كده. ففاهمين انا. ما تكلمش فيه في دولك. ما تكلم على اللي اتعلم بس جانجو. لديفلوبرز اللي اتعلم بس. فبين عنده مفاهيم ما يعفض. كمان. تحقيقة يعني. انا. بالنسبة لي مش حاجة غريبة. كمان. طبعا. فانا انا بقول لها. انا اللي كاتب الفايل وكاتب كي كل حاجة بتاسم. سواء كانت الملات الكوزي خارج. سواء كانت البرنامج اللي انا نزلوه في الورج. ترجمة نانسي قنقر